أهلاً فيكم حبابي برج القوس رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية الكرة قمت بائماً رح تكون من برج الشمسي والقمري والطالة وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج القوس ممكن تحسي أن بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو من طبقة على طاقتك ممكن دائماً طبعاً خود المفيد من القراءة خد فقط الأشياء الإيجابية اللي ممكن تستفيد منها من القراءة وترك الأشياء اللي تحسوا ما بينطبق عليك لأن القراءة عامة يعني مش رح تنتبق على الجميع فخد منها فقط اللي بيفيدك قبل ما نبلش بالقراءة رح ناخد كوت توضيحية وبعدين رح نشوف شو طاقتك طاقت الحبيب الحالية وشو خطواته ونواياه وشو مصير العلاقة بينكم آه بالمستقبل عشان تفهم الوضع أحسن اشتركوا في القراءة اشتركوا في القراءة وشو مصير العلاقة بينطوب وشو خطواته تفهم الوضع أحسن القروس. عم شوف انت رو تفكر بشخص معين شخص في الماضي. عم تفكر بخسارة من مواع الماء. او في عندك حدا بحياتك عتتبر توأم او رفيق دائم او توأم روح. وعند تكين الى كتير من الشاعر. عم شوفك اوراقك تلاتة هدول اوراق مائية او اوراق عاطفية بتخص العاطفة فانت في شخص بحياتك حاليا عم تفكر اه كتير فيه. وعنشوف انه في حدا بدك يعني ممكن مش بدك تقدمه عرب حب ولكن بدك يكون في اه من بينك وبين هالشخص علاقة. ايضا هم تحس بشوي من خيبة الامل لانه هم تحس انك عم تشتغل على علاقة مع هالشخص ولكن مش هم يتعود عليك بالنتيجة اللي بدك ياها بوقت سريع. هم تفكر الجانب السلبي اكثر من الايجابي. وعم شوفك اه حزين. حزين مش ان شخص ما في عندك شخص انت حزين شانا. عم تفكر بالماضي. ممكن تكون عم تفكر بي اكس او عم تفكر بي علاقة. كانت بينك وبين اه الشريك ولكن لسبب ما ما نجحت العلاقة. ولكن عم شوف طاقتك حاليا يا برج المعقص. كتير عم تفكر بالشخص. اللي انت عم تتعامل معه. بنا نشوف طاقة الحبيب طاقة الشريك. الحبيب اللي هم تتعامل معه اه اه او ما بيحب حدا يتحكم فيه. ما بيحب حدا يسيطر عليه. دائما او انت بتحس انه اه اه بيتغير بسرعة. او تتقلل مع هالشخص. وابتتحرك بالنتيجة اللي انت بدك ياها. لان مرة بتكون الامور بينكم اه ايجابية والميحة. ومريات بتكون سلبية او بتكون الطاقة بينكم متوقفة. بتفاهم بينكم اه اه صعب. ام شوف هو الحبيب في عقله الباطني. السبب اللي ممكن اه ما خلى الامور تنجح بينكم. انه هالشخص عم شوفه اه اه او كتير بيطلب بالعائلة. فهو عم يفكر. هو بنطرح بحياته. عم يفكر بتكون اسرة. لانه عنده تين اف كابس. هالشخص بده يكون اسرة. ايضا عم شوفه اه اه بالعقله الباطني عنده يعني اه شخص اي موشن لتشور او عاطفيا ناضج هالشخص. هم شوف ايضا هو لا بيحب ان الامور بينكم ايضا مش واضحة. مش فقط انت ما بتحب ان الامور بينكم مش واضحة. لانه بيشوف هالشخص انه انت شوية متلاعب هون. سبن اف سولز. الشخص بيشوفك يعطل الباطن اللي يشوفك اه بيتخبي عليه او ما بتحكي لانه الصدق. في اشيه هو بيشوف بحياتك او فيك انت غير واضحة. وهالاشي ممكن يكون نخوفه من انه هو بده ارتباط والتزام اكتر من برج القوس. عم شوف برج القوس. برغم انه ما شعرك كتير اه سادقة تجاه الشخص الى انه انت كمان ما بتحب حدا ييربتك او حدا يحطك في بوكس معين او مطرح معين. وانا عم شوف انه هو الهدف النهائي لهالشخص او القول تبعه. انا هو بده يكون اسره. وغالبيا بده منك التزام بمعنى انه البعض منكم برج القوس. هالشخص بده التزام بمعنى مش فقط علاقة بمعنى يعني ارتباط رسمي. لهو ممكن يكون خطوبة او ممكن يكون زواج. فممكن يكون اه العلاقة شوي منخبطة بينكم لانه هو بده يعتبط اسرع منك. او في وقت اسرع منك. طينا نشوف شو ممكن تكون سواب المشاكل بينكم او واحد من اسواب المشاكل بينكم. وكيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحلو. عندك هون انترابمنت يعني في اه انت وهو مطاقتكم مشتركة عم تحسوا ان انتو محطوطين في صندوق او مطرح معين انت وهو مردكم يا. في شخص كتير عفوينكم وبيحب يخلي الامور تيجي اه بسهولة او يعني متل ما الله بيريد. وفي شخص بيحب الامور تكون اه كتير مدروسة. او بيحب يمشي على نمط معين. فانت رح يعني انت باختلاف الوضع من شخص الاخر. بس انت رح تشوف انه لي هو الشخص ان لي هو شوي عفوي اكتر بالعلاقة او ما بده التزال جدي حاليا. يعني شوف انه هو مش مستعد الى التزال جدي. وفي طرف بده التزال جدي بده نمط معين يمشي عليه. ايضا بده يحس انه في نهاية العلاقة رح توصل لالها. لانه تن اوف وانز يعني في تكمل على اشي معين وهو بده يشوف انه العلاقة تكون انها نهاية. ايضا في طرف منكم مع انه حالا يتواصل مع الشخص الاخر بطريقة روحانية. ولكن الطرف الاخر رافض فكرة الحب او رافض او اتقبل منه عارض او رافض التواصل معه. انا شوف البداية بينكم اللي كنتوا بتريدوها ما نجحت. فيه بداية جديدة. او حصل فيه بينكم فترة اه خاصنتوا فيها مثلا كنتوا بتكون تبدو بداية جديدة ولكن فشلت. لانه عم شوف انه فيه طرف تركي العلاقة او ماشا فيه طريق لوحده من اجل انه يحصل على بداية جديدة بالعاطفة. ولانه اجت بطاقتكم هاي فصار فيه عندكم خلل بانه تبدو العلاقة مياه اخرى. لانه فيه طرف اه رافض فكرة الحب لانه عم يشوف انه اه الطريق ما فيه الى نهاية او ما فيه خط واحد او ما فيه ارتباط منه اه زواج او خطوبة او ارتباط رسمي. لانه عم شوف فيه طرف بدو ارتباط وفيه طرف بدو شوي اخد الامور اه ببساطة او بدو يتمهل اكتر باخد الامور. طيب انه نشوف طاقتك انت في المستقبل او شو عم تفكر اه فيه عندك ما تنجو فانت رح تترك شخص او رح تترك تفكير معين اه بحياتك انت عم تشوف انه قبضت ان يفيدك. فيه ايضا عندك فطاقتك والمستقبل طاقة كتير اه عم شوف افضل. لانه انت عم شوفك ايضا اه ازا انت زعلان من هالشخص. عم شوف انه انت مستعد انه تترك اللي صار بالماضي وتخليه يعني بالماضي. انك تتركه بالماضي. لانه عندك ثري اوف سورت. ثري اوف سورت ترمز الى انه انت. يعني كان في جرح عاطفي من هالشخص. الجرحت من هالشخص. الشخص هتزع عليك. ولكن عم شوف انه انت مستعد تترك بعض الامور او البعض المنازعات. الدجدالات اللي صارت كلها كلها الشخص. تتركها بالماضي. عم شوفك ايضا ايضا اتحاول اتوفق بين اه شيئين بحلاتك. عم اتحاول اتوفق بين ممكن شخصين. ممكن عم اتحاول اتوفق بين العاطفة والعمل. لانه ممكن اذا برج القوس مش انت اللي بدك الارتباك. ممكن انت انت وابدك الارتباط لانك ممكن مركز على الوضع المادي كتير. او عم تفكر حاليا بكيف اتكون نفسك من ناحية المادية اولا. بالزات اذا مثلا رجل اه برج القوس رجل عمي تابه ممكن يكون دير مستعد الى الارتباط وبعاكس الشخص اللي عم تتعامل معه. ايضا بدي احكي بالامراج اللي ممكن انتتعامل معها. ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج مائية. ابراج ترابية. ابراج هوائية. بس بالاغلب في عندي اوراق مائية فممكن. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس او فيه كتير مي بالخارطة الفلكية تابعته. ايضا خلينا نشوف خطوات الشريك بالمستقبل او خطواته المستقبلية. سعود. اه هالشخص عم يبحث عن رفيق الدرب او عم يبحث عن شريك. يخور معه اه رحلته في الحياة. عم شوفه مقدن او بده بداية عاطفية جديدة معك. عنده ace of cups. فهالشخص عم. queen of cups ايضا. هالشخص عم يتمح الى بداية جديدة معك. ايضا عم يشوف هالشخص يرضى بوقعيني. بمعنى انه هو مش من النوع اللي متطلباته اللي ممكن تكون كتيره. ما انه البعض منكم غير ممكن تفكر انه هو او ممكن تفكر انه هو متطلباته كتيره او عم يطلب منك اشي كتيره. ولكن هو عم شوف انه الاشي اللي كتير نركز عليه هو فقط اه شخص او رفيق دار بيكون له. لانه اغلب تفكيره. تفكير عاطفي. فانا عم نشوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة. ممكن يكون ايضا شخص اه روحاني اللي عم تتعامل معه. عم نشوفه اكتر اشي يرتز عليه ومهتم فيه. انه هو طبيعة التواصل بينكم. ومدى التوزانك ما راه الشخص. مشاعرك تجاه الشخص. وحقيقة مشاعرك تجاه الشخص. ايضا عم نشوفه اه بالمستقبل بده بداية عفوية معك جديدة. انا عم نشوف انه اه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جديد. او انت حسيت انه كان كتير جديد. انه ازا ما مشيته الامور متل ما هو بريد. اه بيفركش الوضع او بيترك العلاقة. عم شوف انه هو بالمستقبل رح يحاول ينبر الى الامور بطريقة شوي ايجابية. شوي فليكسبل اكتر او مرنة اكتر. من لاحية نبرتول العلاقة بينكم. عم شوفوا ايضا بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر. لانه في عنده ثلاث او فونس. هالشخص عم يستنى رسالة منك. عم يستنى بداي جديدة معك. عم شوف هو اه عم تقدم من الاحية او رح يركز على وضعه العائلة او وضعه المانتي. ولكن في عقله باطني لسه عم يستنى خبر او عم يستنى ممكن انت هو مش عم تتواصلوا نهائيا للبعض منكم مش عم تتواصلوا نهائيا والشخص بده يعرف فقط انت شو هي اخبارك يعني شو التطورات اللي صارت لك شو الجديد في حياتك يعني بده او مثل تطمم على رضعك كيف هو الميح او اللعب اشي مثل هيك طب بالنسبة لتعقدكم المشتركة بالمستقبل شو نمكن نصول هالتيتش بالايور فالواضح بينكم بيطلب مرونة وايضا بيطلب انه تتقبل تتقبلوا بعد مثل ما انتم هنشوف انه بدكن تكونوا اكتر للمستقبل مريمين مع بعض هذا المسبة لكرت النصيحة اما اللي بيصير للمستقبل بينكم جميع الكروت هاي كروت عاطفية فالوضع بينكم عاطفين رح يكون كتير ايجابي في الداية جديدة من الناحية العاطفية رح تصير بينكم رح تصير في بينكم كونكشن كتير عاني ايضا اغلب الكروت المائية اللي اجت لكم من الرقم الكبير او كينغ اوف كابس يعني فكينغ اوف كابس افضل من افضل كروت الحب لانه المشاعر بتكون مشاعر عميقا الارتباط وسيكون يكون على المدى البعيد ايضا فيه رح يكون كتير من التعاطف لما ان الاوراق كتير مائية ايجات فرح يكون فيه كتير حساسية بينكم كتير تعاطف بينكم يعني حتى اذا صار فيه اغلاق او اذا صار فيه بينكم جدالات او مشاكل رح نشوف انه فيه مجال لمناقشة الامور بينكم لحل الامور بينكم وحتى يعني لوجود فرصة انه تشرح الوضع بينكم فيه رح يصير بينكم عادل بالاخذ والعطى انا انا عندك سيكس اف بنتقلز هون فانت وهو رح توصل لمرحلة انه تفهم او تفهم والاثمان انه يعني بدك تعطي على قد ما بتأخذ او ايشا مثل هيك بالذات من الناحية العاطفية ايضا امشوف انه اذا صار فيه بينكم جدال من المستقل او مشكلة المستقل او العدم تفاهم بالمستقل الطريقة اللي رح تحل فيها الوضع او رح تحل فيها النقاش رح تكون طريقة ميتشور او طريقة ناظجة مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص او رح تحكم على التواصل مباشرة لا رح رح تتناقشوا مع بعض في الموضوع حتى توصلوا الى ناتج يفيد او تستفيدوا فيه بكمان بس من الناحية العاطفية عندكم اربع كروت مائية اجت لك كروت التوضيحية فالوضع بينكم من الناحية العاطفية كتير ايجابي ايضا امشوف من الناحية النادية او من الناحية التوفيق بين العمل والعاطفة عمشوف ام تترحتك اهتمام اكتر للعلاقة بينكم اه لانه قالوا تفكروا فيها اه دي المدى البعيد او بدك انت هو توصلوا الى العلاقة هاي الى المدى البعيد او الى 10 of cups إلى إنشاء أسرع وإنشاء ارتباط جديد بينكم أوكي حبايبي بورش القرص أتمنى قراءتكم فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تسلسوا تحط لي لايك بكومنت شير وسبسكايب وتفعيل جرس الإنبال حتى يوصلك كل جديد إن شاء الله رحشوفكم في فيديو قادم شكراً لكم جميعاً